تواصل الدولة جهودها للنهوض بالقطاع الطبية في مصر بناءً على توجيهات الرئيس السيسي ويأتي ذلك على رأس تلك الجهود إنشاء المستشفيات بالصعيد ومنها مستشفى أبوتيك بأصيبطاء في إطار التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم تطبيقها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الطبية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تواصل الدولة جهودها خاصة في الصعيدة لرفع مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالقطاع الصحي وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية مستشفى أبوتيك تمتلك حالياً سلاسة عنايات مركزة منها عناية أمراض القلب وعناية العناية المركزة العامة وعناية الأمراض النفسية والعصبية وجلطات الدماغية الحمد لله تلات عنايات مجهزة على أعلى مستوى من الأجهزة وعلى أعلى مستوى من الكفاءات الطبية مستشفى أبوتيك النموذجي صرح طبي عملاق على أرض صعيد مصر وهو أول وأكبر مستشفى نموذجي بمحافظة أسيوطة وأنشئ على مساحة أربعة آلاف متر مربع بتكلفة إجمالية تعدت الخمسمائة مليون جنيها وتخدم أهالي مركز أبوتيك والمراكز المجاورة كما تقدم خدماتها بالمجانة ضمن خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة أقسام جديدة بتتفتح عندنا مثلا في الاستقبال والطوارئ حاجات تجهزات الحوادث مثلا بالنافس مع مستشفى الإيمان ومستشفى الجامعة مضع قديم مثلا مع أسازة من العظام والجراحات العامة والجراحات التجميل عندنا طموح كبير أن احنا نخدم قطاع كبير من المرضى اللي كانوا بيضطروا يسافروا في أماكن بعيدة بنخدم قطاع جنوب أسيوت أبوتيك نفسها وسطفة والغنائم البداري ساحل سليم دايما بنحاول نستحدث قطاعات جديدة المستشفى يتكون من 56 غرفة إقامة للمرضى بالإضافة إلى 12 غرفة إقامة للأطباء والتمريض وقسم العيادات الذي يتكون من 17 عيادة خارجية تضم أقساما مختلفة منها الحضانات والأشعة والعلاج الطبيعي والعمليات والمناظير والغسيل الكلوي بالإضافة إلى 9 غرف عزل وعنايات القلب والعناية المركزة والطوارئ وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين عليها نحن عندنا هنا الحضانة عبارة 14 حضان وكابسولة نسبة الإجراء في الغالب تبقى 13 حضان دايما حضان 14 دايما بيبقى طوارئ للقسم يعني الكابسولة كابسولة واحدة نستخدمها في حالة الصفرة عندنا أربعة سباب نستخدمهم في حالات البريترمات الحاجات الموجودة قبل معدها أو حديثة البلدة القسم عندنا هنا مستشفى أوتيج بيتقسم لقسم المعامل وبنك الدم قسم المعامل بيشمل أربع معامل أساسية هي معمل أبحاث الدم ومعمل كيمياء الدم ومعمل خاصة بالطفاليات والبكتيري وعندنا بنك الدم المعمل الهيمتولوجي أو أبحاث الدم ده بيعمل كل التحليل المتخصصة أو المختصة بأمراض الدم المبنى الرئيسي للمستشفى يتكون من خمسة طوابق و13 قسما داخليا تشتمل على كل الأقسام الطبية وتستهدف خدمة 650 ألف نسمة من أهالي الصعيد ولا تزال الدولة تواصل جهودها بوضع لبنات جديدة لصروح كبيرة في كل أرجاء الجمهورية رغبة في الوصول بخدماتها إلى كل المصريين ترجمة نانسي قنقر